أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ نواث الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشقيقة هنأه سموه خلاله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه وعلى شعب الكويت الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وخلال الاتصال اطمأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صحة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة داعيا سموه المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بمنفور الصحة والشفاء التام وأن يحفظ سموه ويعيده سالما معاثى إلى وطنه وشعبه في القريب العاجل لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لدولة الكويت وشعبها الشقيق من جانبه أعرب سمو نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت الشقيقة عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة السعيدة معبرا عن وافر الشكر والتقدير لسموه على مشاعره الطيبة النبيلة التي تعكس عمق علاقات المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة ترجمة نانسي قنقر